هذا وتتميز دولة الكويت بالحرص على ممارسة العمل الخيري والإنساني ودعم كثير من الدول والمنظمات الخيرية التي تعمل في مجال الإغاثة على مستوى العالم نعم فهذه الجهود المتواصلة في هذا المجال لم تتوقف يوما بالرغم من كافة الظروف المتغيرة التي يواجهها العالم بأسره بخاصة في ظل جائحة كورونا وكانت الكويت في مقدمة الدول التي ساهمت في تمويل عمليات وصول اللقاح إلى الدول الأقل دخلا عبر آليات التعاون الدولي لمكافحة الوباء جهود إنسانية نبيلة صطرها التاريخ فأصبحت سمة من سمات دولة الكويت الشقيقة والتي لم تألو جهدا في هذا المجال حتى باتت لموذجا يحتذا به في مجال العمل الخيري والإنساني نشيد إشادة كبرى بالجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الكويت على مستوى المساعدات والغاثات الدولية المستمرة حيث تعد دولة الكويت اليوم من الدول الرائدة في هذا المجال وحققت الكثير من الإنجازات ولها قصص وتجارب رائدة يقتدي بها العالم تجمعات وفرق عمل تطوعية تسعى إلى تقليد مثل هذه التجارب والنهوض بالعمل الإنساني سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي الكويت كانت وما زالت تعمل على دعم الشعوب بكل طاقتها وميزانياتها المخصصة للعمل الخيري والإنساني حتى نالت الكثير من الجوائز والأنسمة في المحافل الدولية والإقليمية نظير الجهود التي تقوم بها في هذا المجال دولة الكويت عبر سنوات قديمة وليس من الآن يدها دائما كانت مفتوحة إلى العالم بشكل عام وإلى الدول الفقيرة لها بصمات لا تمحى سواء في إفريقيا أو في آسيا أو بجميع الدول العالم الثالث وأيضا حتى في العالم المتحضر كان لها بصمة وبصمتها الإنسانية لا تمحى الكويت اليوم تلقب بعاصمة الإنسانية خصوصا وأن بصماتها في العمل الإنساني أصبحت واضحة للعالم بأسره فالمبادرات الفردية والجماعية من قبل أبناء الشعب نفسه ساهمت بشكل كبير في حصول الكويت على هذا الاسم من قبل الأمم المتحدة مبادرات إنسانية مستمرة عرفت بها دولة الكويت الشقيقة حيث يعد العمل الخيري أحد الركائز الأساسية للسياسة الخارجية للكويت إذ عرفت بمبادراتها الإنسانية والتي استهدفت مناطق عدة في العالم بعيدا عن الحدود الجغرافية والدينية والعرقية خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين